طبعاً كان فيه جريمة بشع حصلت في منطقة المريوتية بالهرم جريمة دي حضراتكم يمكن تابعتوها بشكل كبير والناس كلها تكلمت عنها في السوشيال ميديا وما كانش فيه معلومات واضحة تماماً فالنهاردة وزارة الداخلية أعلنت عن ضبط المتهمين في وقت العثور على جهتة 3 أطفال هم الحية في عمر الظهور والداخلية أكدت ضبط 3 متهمين من خلال فريق بحث من الأمن العام والأمن الوطني ومباحث الجيزة تم التوصل لشاهد رؤية وهو بائع مشروبات بالمنطقة وادلب أوصاف المتهمين وبعد التوصل بقى لسائق التوكتوك اللي كان بينقل المتهمين أرشد عن عنوانهم وتبين وجود أطار حريق بإحدى حجرات المسكن وإن المتهمين سيدة وزوجها وصديقتهم وإن الثلاثة مقيمين مع بعض وإن السيدة الأولى أم الأطفال الثلاثة بزوجات عرفية وبتعمل بملها ليلي في منطقة الطلبية وإن ليلة الحادث حصل حريق في الشقة في ظل وجود الأطفال الثلاثة وهي خارج المنزل وده أدى لوفاة الأطفال الثلاثة عشان الهروب من المسؤولية الجنائية قامت الأم بقوا وصديقتها بالتخلص من الأطفال بإلقائهم في الشارع وبعد كده تم تحرير محضر بالوقع وإحالة المتهمين للنيابة اللي بتتولى التحقيقات معهم ودي كانت ربما القصة واللغز اللي كان بيبحث عنه الجميع خلال الأيام اللي فاته موسيقى